معانا السيدة أم بلال من سينة ايوة يا شيخنا ازاي حضرتك فضل ونعمة والله والله انا بحبك في الله يا شيخ و بس معك على طول و انا و انا تنفسك بتنسل بك كتير ما عارفكش الله يرضى عنك و احنا انت حضاك مش متصورة احنا بنحبها لسينة ازاي اهلنا و ناسنا و حضايفنا الله يخليك يا شيخنا بص يا شيخنا انا عندي سؤالين انا عندي تلاتة بس لو اللي سمح سؤالين ماشي انا عندي والدتي اه اما مات اه عشان ولادها كلهم ماتوا خمس ولاد ماتوا و حبت الدفن معهم في الطربة اللي هم الصبياء يعني ماتوا في حياتها ماتوا في حياتها و الزوجها مات في حياتها وهي صغيرة برده طيب بعدين فمحبت الدفن مع ابنها الكبير اللي هي بتحبه وبنها الصغير ده هل ده حرام ومرضي وما جينا ندفنها مرضيش تاخد تخش في القمر اللي هي هنوديها عندها وهي وصل بكده طيب فبفضل التحول بالناشة كده ووقفت جنب ولادها طيب فصل من الرغم واسلهم هم دلوقتي مدفنين ما أنا معرفش ما معرفش هم عملوا لي اصلاهم دلوقتي مدفنين صح؟ مش هم مدفنين ولا لا؟ ايه؟ هم مدفنين صح؟ اه مدفنين طيب خلاص هجاوب على حضرتك في السؤال ده السؤال الثاني السؤال الثاني الزوجي عم تشيخ من ساعت متجوّزوا بعضاً مهجرنا وجينا للقاهرة هنا وقدرت انا هنا آآ سافرت بس ما هجرتوش ولا حاجة احنا برضو هنا في نفس مكان اتفضلي آآ لأ هجرنا من بلدنا الهنا يعني طيب وقدرت هنا وربنا رزقني بي هو الراجل دوت من ساعة ما اجوزته هو مناشي في حياتي مرار 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 انا وقفت معاه في كل حاجة وجبت له كل حاجة ما اجوزته اخوتي ساعدوني دول اللي ماتوا دول ما كانوا موجودين وبعد كده بيسيب اياله يمشي بالعشر سنين ويرجع تاني ويحيلهم يرجعوني ويرجع تاني ويرجع تاني ويروح فيه بيروح عند اهله يعيش معاهم وكده حاولنا كتير معاه واتكلمنا معاه كتير مفيش وايه او معاهله ساكنين فين ساكنين في مصر هنا يعني في القاهرة اه يعني هو بيسيب بيت الزوجية ويروح يقعد مع اهله ما بيزركمش يعني ما بيزركمش لا ولا يسأل علينا ولا يزرنا ولا اي حاجة ولا يدفع ولا يدفع نفقة ولا حاجة ولا نفقة ولا مصاريف ولا اي حاجة خالص ولا يعرفه بخالص ولاده ابنه الصغير ده اتربى ما كانش شافه من عشر سنين من ساعت ما توالك سابه هو 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 بيتوالك سابني في المستشوى فين السؤال يا حاجة امو بلال السؤال بس دلوقتي هو دلوقتي انا استحملته كتير وقلغت مولاده دول اتجوزت وبعد كده بيضربني بردك زي ما كان بيضربني ويهني ويضربني وكانت اختي الكبيرة دي باتت برده السؤال فين يا امو بلال السؤال هو دلوقتي مش راضي يطلقني انا سبته خلاص وما عادتش معاه وابن الكبير ده عايشني في المكان الواحدي هو مش راضي يطلقني دلوقتي ولا يسأل حتى فين طيب يبقى سؤالك اعمل ايه انا في الحالة اللي انا في ادي دولة اه يعني بعد طوله يطلقني مرضيش مش راضي يطلقني انا سايبه بقى لي خمس شنين دلوقتي خلاص اجاوب اجاوب حضرتك يا مو بلال بص يا مو بلال السؤال الاولاني احنا دلوقتي لازم نعرف شويتين شويت شويت حاجات انت يبدو ان حضرتك بس مش معرفتيش تفاصيل عن مسألة كيفية الدفن بالزبط انت قلت شوية حاجات كده مفهاش يعني قلتلك في فاصل بينهم ولا لأ يعني اكيد مش هيدفنوا الناس على بعضها كده اما وانهم حصل الدفن ده احنا مش هنلبش القبر وانطلع حد من العين الاصل 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 الشرعي ان يتدفن الرجالة في عين والستات في عين اما وان حصل هذا الامر ودي حصل ما بين ام ولادها لو كان بينه مفاصل لان احنا دلوقتي احنا مش بنتعامل دلوقتي مع حد هي دلوقتي وصت ان هي تدفن مع ولادها فتقولي فبتقولي لي ننفذ الوصية ولا ما ننفذاش اقولك لا ما ننفذ الوصية وندفنها فين وندفعنا في عين مغايرة ما اقولك كده لكن اما وان احنا خلاص ده حصل في الدفن لا نفش القبر اشد حرمة اشد صعوبة من ان احنا نفسه بينهم اما وان بينهم مفاصل ان الناس ما بيحطوش الناس لما بتدفن على بعضها فخلاص احنا لا ننبش القبر ولا نخرجها ولا اي شيء وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يتقبلهم ويجعلهم ان شاء الله في الصالحين ويغفر لهم ويوسع عليهم ان شاء الله في خبورهم ويجعلهم من السعداء في الدارين ان شاء الله حاجة تانية بقى هو سؤال حضرتك تعملي ايه مع زوك حضرتك هتيم وتعالينا على مركز الارشاد الزواجي في دار الافتاء المصرية لكن انا لا يمكن مستحيل ان حد يجي يسألني بعد كل المشاكل اللي انت بتقولي عليها ديت وقولك الروح تطلق لان انا ما سمعتش منه فلازم اسمع من الطرفين واسمع هو بيعمل كده ليه لا ربما يكون فيه اتراب اتراب في نفسه وقد يكون محتاج ان يعمل كده لو ربما فيه حاجة بتحصل هي اللي بتخلي الحياة بهذه الطريقة لكن اللي انا عرفه ان دي مش حياة قائمة على العشرة بالمعروف اللي حضرتك بتحكيه ده ده ما ينفعش ده ما يصحش ده لا يجوز شرعا لا يجوز ان الرجل يسيب بيته بالعشر سنوات وما يعرفش ولا ينفق على اولاده ده حرام صحيح انت ما هو ما هو بتقول ان ده حرام انا قلت ان ده حرام بس ما قلتش ان كل ما حاجة تتعمل حرام الناس تطلق لكن اذا حصل حرام الناس تتوب الى الله ونصلح ذات البين عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا موسيقى اشتركوا في القناة